السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا بكل إخواني في كل مكان ربنا ما يحرمنا منكم أبدا اللهم أمين يا رب العالمين الفايدة الجميلة اللي هقدمها لكم دي بإذن الله تكون مفيدة لأي حد يطبقها بيقين واستشعار في قوة الله سبحانه وتعالى اتجاه الفرج والسعادة عليك فده هيفرق معاك جدا أهم شيء تكون متيقم بالله واصق في الله مش واخد الطريقة وإنك أنت بتجربها مفيش مع الله سبحانه وتعالى مجربات فيه ثقة والثقة تأكد إن عند ثقتك وزنك في الله سبحانه وتعالى هيأتيك الشيء اللي أنت بتعمل عليه الزكرة الزكرة ده لك ما تشاء في تطبيقه ده في البداية ولكن أنا أنصحك تطبق الفايدة دي لو أنت معصور في كرب جديد في ضغط مثلا يعني مضغوط في مبلغ عليك مبلغ الحياة من أغبط معاك الرزق بمعنى صح أنت متعصر فيه وحياتك من أغبطها من الجزئية دي فأنا هشغلك تعمل الفايدة دي بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس قبل ما النهار يطلع طبعا أنت تعملها في أي وقت ينسبك وتعملها كمان قبل أزان المغرب يعني خلاص الشمس الليل هيجي والنهار هيختفي تبقى عامل التوازن ما بين الاتنين كده والفايدة دي بالتسبيح وبصورة الواقعة وبالدعاء الجميل اللي يمشي لكل أمنيتنا والدعاء ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عليه وقال اللي يحفظ اللي يواضب على الدعاء ده في الصباح وفي المساء نال الأمر اللي هو حطه في نيته وبيعمل عليه الدعاء ده فأنت هتأخذ الزكري تسبيح ودعاء وصورة الواقعة وكمان التسبيح لأنه موجود في صورة الواقعة الدعاء وهو فيه ما تتمنى الأول ابدأ فيها بعد صلاة الفجر وضح في نيتك الشيء اللي هتعمل عليه الفايدة دي الفلوس أو أي حاجة أنت مزنق فيها اعمل عليها الفايدة دي وابدأ وابدأ بالدعاء قول اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحيني وأنت على كل شيء قدير بعدد سبع مرات وربعات ده أنا كده قلت لك الدعاء لكن قبل ما تقول الدعاء ده تكرق صورة الواقعة ثلاث مرات وربعات تنتهي من صورة الواقعة تدعي الدعاء ده اللي سمحتني بقوله معك ده بعدد سبع يبقى كرأنا صورة الواقعة بعدد ثلاثة وبعدها مباشرة قلنا الدعاء بعدد سبعة ختم بقى الزكر سبحان الله الرزاق زي القوة المتين سبحان الله الرزاق زي القوة المتين سبحان الله الرزاق زي القوة المتين بعدد مئة مرة سهلة جدا مفيش اي صعوبات في الزكرة يعني الان صليت الفجر تمام التمام هطبق زكرة زي ده لمدة سبع ايام وربع وهعمله في الصباح والمساء زي ما وصفت لك جدا بالظبط مفيش اي تعقدات لو هتعمله مرة واحدة بس يبقى افضلك في وقت السحر الفايدة دي نتائجها تشوفها سعرية معك في الحالتين لو في وقت السحر اللي هو وقت قبل الفجر السلسل الاخير من الليل عايز تطبق الفايدة دي مرة واحدة بس جميل جدا طبقتها زي ما سمعتنا كده بالظبط وهتطبقها مرتين وتاخد بيها زي ما بوصفها لك كده يبقى قبل يطلع الشمس وقبل ازان المغرب يعني قبل ما النهار ييجي علي يطلع الشمس وقبل ما الليل يخش والنهار ينتهي وهكذا تنفذها لمدة سبع ايام وكمان لو هتعملها مرة واحدة برضو في قيام الليل في السلسل الاخير من الليل برضو هتنفذها سبع ايام ورائب النتائج انت حاطت الامنية اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يدهالك وده الشيء الجميل جدا انتبه بقى انت بتعمل ايه خليك فاكر وواعي ربنا سبحانه وتعالى مش هينزل من السماء عشان يديلك اللي انت حطه ايبعت لك جنود والجنود دي على حسب الامكانيات اللي عندك المهم انت تكون واعي انك بتعمل ذكر ووقته امتى وانتهقه امتى ومدته قد ايه وبعمله على نية ايه الله يبرك لك عشان الموضوع بيفرق ويبقى التسبيح مية سبحان الله الرزاق ذو القوة المتين صورة الواقعة تلاتة الدعاء زي ما اسمحتني بقوله لك كده عدد سبعة وانا راسم جوايا انية اللي انا عايز ربي سبحانه وتعالى يصر لفيها الامر تحصلت على جزئية من اللي انت حطه في نفس الاسبوع انا بقولك طبق كمان اسبوع معاك في الفايدة دي لمدة واحد وعشرين يوم وصدقني بكل صدق في الله هتنبهر من النتائج بجد لما تسبح بالشكل ده وخلي بالك نحن مأمورين من الله سبحانه وتعالى نسبح قبل طلوع الشمس قبل وراء الفج وقبل ازان المغرب ده التسبيح اصل اللي موجود في الكرآن علانية الله لانت بتنفذ الامر الالهي يا جميل الواقعة فيها التسبيح والكنوز الشهوات الدنيا كلها اللي احنا معتاجينها في صورة الواقعة بس احنا نقرأها بتدبر وفهم ووعيد وكذلك الدعاء ابحث عليه على الدعاء اللي قدمته لك ده شوف نبيك محمد قال على الدعاء ده ايه منقروا سبعة في الصباح وفي المساء الله سبحانه وتعالى اعطالك ما تتمناه من الدعاء ده تستطيع بالذكر الجميل ده تحقق المستحيلات في حياتك اهم شيء الصقة في الله اليقين مع الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هيصر لك الامور وتفتح لك فتحات للامنية اللي انت بتعمل عليها الذكر باك نسأل الله لنا ولكم التوفيق ربنا ما يحرمنا منكم لحبكم في الله ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته والسلام اشتركوا في القناة